لو طلع مثلاً، مثلاً، إمام عشو اللي ما طلع براءة، حد تظهر له من كل الناس اللي تكلمت عليه؟ لا خالص حد طلع بعديها، عارفت كيما تقول لك؟ لا تعقيم على أحكام القضاء أيه طبعاً، كنت القضية منظور كنت تعقل عليها ليه؟ ليه في واقعة الشحات والشيبي؟ مثلاً؟ نفس الناس اللي قد بتكتبوا، بتشعل للأزمة أول ما حصل الصلح إن نلاقي بوسط حتى يعني يسني على الموقف ولا واحد كتب مفيش، يمكن عشان بس بأصادق في الافتاص مفيش غير اتنين أو تلاتة اللي قالوا إن النادي الأهلي أحسن أو عاقب أو عظم من عقوبة الشيحات لأنه مدرك الخطأ آه النادي الأهلي كان مدرك الخطأ، هو في حد، ونادي الأهلي لما كابتن ساعة الله حافظة عمل عقوبة 300 ألف جنيه وهي والضعفة وهي بالمناسبة، بالمناسبة، عشان بس الجملة دي مهمة جداً إن دي صلاحيات مدير الكرة في اللايحة آه، لحد الأقصى لحد الأقصى هي 150 عمله 300 لما راحت لجنة الكرة، لا أريد تكلها باش 500 ألف جنيه، لازم ترجع حينها تسمى الموقف ندالي، طب اللعبة اللي تجاوزت في حاجات تانية، هل حد تطرق لها؟ بلاش دي خالص تعال أقول لي دلوقتي، ناصر مهر في مباراة السوبر المصري النهائي، تجاوز في حق حكم، لا اتحطت في تقارير لجنة المسابقات، ولا لجنة المسابقات ناشت الموضوع، كان أحمد الغندور الحكم الرابع، كان أحمد الغندور، ولا حد نديع عقبه، ولا أي حاجة خالص إنت بتتكلم على مباراة لسه ملعوبة من شهر، ده في مباراة تتلعبت من شهرين ثلاثة لغاية دلوقتي ما تلاش فيها قرارات هيا شهر دي فترة كبيرة أواس محمد، لا أنا بتكلم على دي وعلى أبلها كمان، يعني مش دي بس، ما أنت عندك مباراة الأهل وبيرامدس، عندك مباراة الزمانك والمصري، عندك مباراة الأهل وزاك في الفاينال بتاع كاس السوبر في الإمارات، طيب، فين القرارات؟ إيه بقى أنت بتوصل لمرحلة إيه بقى؟ أن أنت فيه ترصد لأدت النديل أهل؟ حسين الشحاد لحد أول مباراة، الرجل بيتصالح، الرجل بيتصالح، يعني أنت المفروض تسمن الصلح وتنسى، يطلع يقولك إيه؟ طيب ما كان من الأول، يا عم خلاص بقى الرجل صالح والدنيا، يعني خلاص بقى المفروض أنت وصلت لمرحلة خلاص الدنيا صفي أجل معك بسرعة عشان وقتنا، قررت لك مثل انضباط، هي صدرت ولا ما صدرتش؟ هي صدرت وما صدرتش بمعلوماتك يعني؟ صدرت وما صدرتش بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنت كلاجنة انضباط، أخرتها فترات طولة جداً، وبعدين طلعتها في آخر 15 يوم بعقوبات كبيرة جداً، جداً جداً؟ جداً، فهما تتخيل طب هل اتحاد الكرة ليه سلطة أنه يعلن أو ما يعلمش؟ المفروض هو يعلم، المفروض يعلم بس أنت صبرت طب هل مروان حمدي ما كانش مؤثر في فوز برامج الكاس مصر؟ كان مؤثر حل، هتجي تقول لس البطولات ده على فكرة كلام خاطئ أنك تقول لبطولات مش ما ينفعش اللي توقف هنا ما يتوقفش هنا لا ده كلام ما ينفعش، اللايحة الانضباطية تحديداً تصل على جميع المساعدات حل، أنت تجي تقول لس ماليوش دعوة سكان بيلعب دوري، لا موحدة مؤثر مروان حمدي كان مؤثر، جوزيجوميس كان مؤثر، جوزيجوميس رفض رفض أن يخضع ليه التحقيق أمام لجمة الانضباط مرتين، مرتين تم استدعاءه ما راحش، مرتين تم استدعاءه ما راحش فيش حاجة بتتكلم على فكرة، ما هو هنا التناول، انت عدت بقى أيام، وشهول بتتكلم في الموضوع محمود عبد منعب الكهرباء، وبتحسبه على، مش عارف يقول لك إيه، النية أنه هو الكلام اللي كان بيقوله ده نيته أن يتجاوز في حق النادي الزماج وعلى فكرة أنا من أنصارنا أي لاعب حتى لو راح لكذا من يتعاق، عشان محدش قولنا نحن ندافع عن الكهرباء أنا بتكلم في جوزيد، انت خلي الميزان يا باسم محمد يمشي كده، مصطرة المصطرة جوزيد جميز ما راحش، فيش حاجة اسم بتقول له غرامة مالية، غرامة مالية على هيه ده واحد لم يقدر استدعاءه للتحيق وتجاوز في حاكم والحاكم كده ده في التأرير، والحاكم كده كده في التأرير وشريطة المباراة موجود، ده أنت المفروض لو أنا بتكلم، أنا العقوبة تبقى تضعبها ما تقوليش اللايحة، أنا أملك كل السبل اللي قدامي، اللايحة فيها حاجات كتير جدا ممكن تخليك تعظم العقوبة اللايحة فيها باندي بيديك الحق، لو أنت شايف نص قانوني مش مطابق للحالة، ديك الحق أنك تتخذ قرار بما يتراه لك للواقع نفسه والمناسبة باسم محمد عشان محدش يفصل، إحنا بنتكلم على، أنا قلت لك كهرباء نفسه هو أنت كنت قاس عليه جدا على فكرة، عشان مستمر المرات حالي، أم قلت لي ست الشهور كم نقول، لكن أنا بتكلم هو أخطأ بزهاب للجامير، كنت عقب العقوبة العادية مرة مبارتين أو ثلاث مبارتين، أنت قاسية عالي جدا، بس أنا عايز العدالة نفس اللي حصل هنا، تعملهله في وقاء تاني كتير جدا، رغم أن أنا معترف أنه بقولك أنه ده غلط، عشان بس محدش يحاولها أن دي أهل وزمالك خالص، ولا بيرامتز ولا أي حاجة القصة أنا بتكلم على عدالة، وجزء من المنظومة، التحكيم اللي بيحصل لك ده نتج اللي أنت بتعوز ده